أهلاً وسهلاً بكم في قناة بيزنس دريم برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل القرس ليصلكم كل جديد معكم هاغر سعيد مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة الواحد وثمانين عادل يعلم بالذي فعله هادي قبل الزواج ويتصل على السيدة ليلى ويعاتبها أنها وضعت كل الاتهام على ابنته وهي تعلم بالذي فعله هادي يتشاجر عادل وليلى ولم تتمكن ليلى من الدفاع عن نفسها جيداً السيدة ليلى تشعر بالتعب ويرتفع ضغطها كثيراً وتحاول ربا أن تعالجها وتجعلها تهدأ في اجتماع الشركة يكون فارس شارداً وينتبه عليه خليل ويخبره أنه سيتقلص من موضوع يارعاً قريب ثوريا عند خالتها وتأتي سارا ويتحدثون عن الذي جرى بحفل هادي وعبير ثوريا ترسل رسالة إلى فارس تخبره أنها تريد البقاء عند خالتها حتى يأخذ راحته بالعمل مع الذي يريده فارس يرد عليها أنه بالعمل ويرسل لها صورة سيلفي مع الرجال بالاجتماع سارا وداليا يضحكون على ثوريا وعلى مرسلتها مع فارس وتتواصل ثوريا مع فارس بالرسائل وفارس يشعر بالسعادة لأن ثوريا تتحدث معه إدم يجلس مع رجل اتفق معه من أجل طوريد شركة جيت الظاهر في الممنوعات ويتفق معه على الطريقة التي سيتم بها وضع الممنوعات بإحدى طائرات الشركة سيرين تقنع عبير أن تسافر معها إلى أمريكا وتقتنع عبير بهذا الأمر نايا تحاول أن تعالج الأمور بين عادل وليلا بعد أن علمت بالشجار الذي حدث بينهما تذهب نايا إلى منزل عادل وتخبره أن السيدة ليلا سوف تذهب إلى منزل هادي في المساء وأنها الآن مهتمة بعلاقتهما يتفاجأ عادل من تصرف نايا ولكنها تقنع أنها تغيرت ويشكرها عادل يأتي طلال ومعه فارس إلى منزل داليا وفارس معه باقى من الورود من أجل أن يصالح ثرية أثناء حديث فارس وثرية يأتي المخاض لداليا وتصرخ من شدة الألم ويأخذها إلى المستشفى من أجل الولادة نايا تبدأ بالتغيير وتدخل إلى المطبخ من أجل أن تجهز الطعام لخليل والعملين يستغربون من هذا التغيير الغير متوقع تذهب السيدة ليلى إلى منزل هادي وتقوم بمساعدته بترتيب المنزل وفجأة يأتي السيدة عادل تتفاجأ ليلى بعادل ويجلس ويتحدث مع السيدة ليلى ويتمكن من مصالحتها ويشعرون باستعادة خليل يستغرب من تصرفات نايا خاصة أنها أتت لتستقبل حين عاد من العمل نايا تخبر خليل أنها قررت التغيير لأنها اكتشفت أنها كانت بدون هدف في السابق وهي الآن حصلت على هدفها وهو الحصول على عائلة جميلة داليا في المستشفى وتتم الولادة ويكون صبي وتقرر داليا أن يتم تسميته على اسم والد ثوريا تشعر ثوريا بالسعادة وتتم مصالحتها مع فارس آدم لا يزال يذهب إلى الطبيب النفسية عابير تخبر عادل أنها ستذهب إلى أمريكا لأنها بحاجة إلى التغيير في الفترة الحالية يشعر عادل بالإنزعاج الكبير ويواثق العابير ويطلب منها أن لا تنساه وأن تخبره دائما بكافة تفاصيلها آدم يزور والدته بالسجن وأميرة تخبره أن كل الأمور السيئة التي حدثت بحياتهم سببها ليلى يحاول آدم مع والدته بأن يقنعها أن السيدة ليلى ليس لها علاقة بأي شيء ولكن دون جدوى أميرة تخبره أن ليلى أخذت كل الرجال بحياتها حتى هو تغير عليها كثيرا وأصبح مثل آل داهر آدم يخبر والدته أن الانتقام هو السبب بإيصالهم إلى هذه المرحلة تتصاعب أميرة كثيرا وتدخل في نوبة من العصبية ويأتي الأطباء ويأخذوها إلى غرفة ثانية ويعطوها المهدئ تتمكن أميرة من خداع الأطباء وتقوم بأخذ مجموعة كبيرة من حبوب المهدئ وتنوي الانتحار فهل ستموت أميرة؟ ترجمة نانسي قنقر